اشتركوا في القناة استعراض اولي والانطباع عن الهواتف خلال هذه المدة واول حاجة بقول لك ايش الفرقات اللي شفتها بالايفون 8 عن الجيل السابق التصميم طبعا صار فيه تغيير من ناحية مود التصنيع وصار عندنا زجاج بالخلف واللي تقول قبل انه اقوى زجاج على الهواتف الذكية ولكن الحاجة اللي لاحظتها انه ما يمسك البصمات مثل باقي الهواتف يعني بيضح فيه لكن بشكل بسيط جدا وما يأثر على جمال التصميم وعندنا ثلاث الوان جديدة هي الفضي والذهبي وكذلك الرمادي ودرجات الالوان والزجاج اشوفه افضل كشكل وتصميم من السابق ولكن موضوع الزجاج هذا مخلي الايفون 8 والايت بلس اسمك واثقل بشي بسيط عن الايفون 7 والايفون 7 بلس كذلك عندنا المعالج الان اللي هو الـ A11 واللي المفروض يقدم لك اداء افضل وتوفير بطارية اكبر من المعالج السابق خاصة انه الان اصبح سداسي النوات بدل من المعالج السابق واللي كان رباعي النوات وسعات التخزين برضو صار فيها تغيير بسيط وصار عندنا سعتين بس اللي هي 64 جيجا بايت و250 جيجا بايت فيعني أبل استغنت عن سعة 128 جيجا بايت وهالشي ما حبيته صراحة لاني اضطريت اني اشتري اعلى سعة اللي هي 256 مع ان استخدامي وحاجتي كانت تكفيني 128 جيجا بايت وبرضو من ناحية التقنيات الجديدة بالهواتف الان صارت لأول مرة تدعم الشحن اللاسلكي وكذلك دعم البلوتوث الـ 5.0 من ناحية حجم دقة الشاشة ما فيه تغيير لكن الشي اللي تغير هي ميزة الترو تون وهالميزة الرهيبة كانت موجودة في الايباد برو فقط والان وصلت لأول مرة في الايفون وفكرتها ان الايفون فيه حساسات بتتعرف على الاضاءة اللي حولك وعلى اساسها بتضبط درجة اللون المناسبة للشاشة وفعلا هالميزة من الاستخدام رهيبة جدا 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 اما بخصوص الكاميرا هنا هي مربط الفرس مثل ما يقولون وصحيح ان الدقة نفسها بالايفون 8 والايفون 7 لكن الان صار عندنا فروقات اهمها المثبت البصري للكاميرات وكذلك تغييرات خاصة لنسخة البلس اول حاجة اضافوا ميزة البورتري لايتينج واللي تعطيك تحكم جميل جدا بالصور مع تأثيرات كأنك مصورها داخل استوديو وميزة البورتري العادية برضو صار عليها تحسين وكذلك تصوير الفيديو الان صار يدعم الفوركي مع 60 فريم وكذلك التصوير البطيء صار يدعم 240 فريم مع دقة الـ 1080p وكذلك ميزة اللايف فوتو اللي هي تصوير ثلاث ثواني ولما تضغط عليها تكون صورة متحركة صار برضو عليها تحديث ومميزات افضل وبرضو صار فيه ميزة وهي الشتر البطيء او ميزة تسلو سينك وهالميزة بتفيدك بالتصوير الليلي وكذلك الفلاش صار الان اربع فلاشات بدل من اثنين بالايفون 7 وهذا يعني ان الصور بتكون افضل بشكل كبير لان الفلاش الان بيغطي مساحة اوسع خاصة بالخلفية وبعيدا عن الكاميرا سماعات السبيكر برضو صارت افضل والصوت اعلى من السابق وما ننسى اكيد مميزات الايو اس 11 والواقع المعزز الـ AR واللي بتكون افضل في الايفون 8 بسبب معالج الجديد اما بخصوص البطارية بداية ما كانت جيدة ولكن بعد اخر تحديث للنظام حسن البطارية وصارت افضل من بطارية الايفون 7 بالاستخدام اليومي ولكن بخلي الحكم النهائي عليها بالمراجعة طيب الان نجي الاهم سؤال اللي هو هل اشتري الايفون 8 او الايفون 8 بلس شخصيا اشوف اذا كم معك ايفون 7 او ايفون 7 بلس ما يحتاج انك تغير الا اذا كنت مهوس او شخص محب للتصوير بشكل كبير لان فعلا الكاميرا صار فيها مميزات افضل بشكل كبير عن السابق خاصة من ناحية تصوير الفيديو واعرف انه في كثير يوتيوبرز وفي كثير ناس جاهزين يستخدمون الايفون بتصوير فيديوهاتهم يرفعونها على اليوتيوب فالايفون 8 فعلا يستاهل من هذه الناحية اما غيره ما اشوف للتغيير داعي الا اذا كنت حبي التصميم الجديدة والالوان الجديدة هذه فبالاخير هذا بيكون قرار شخصي لك او ذوق شخصي والقرار راجع لك اكيد عموما الاجهزة بتكمل معاي تجربة برضو للاسبوع الجاي وبعدها بقدم لكم المراجعة والمميزات والعيوب واكتبوا لي بالتعليقات ايش الحاجات اللي حابين انه اركز عليها من ناحية المراجعة او نسوي اختبارات اكثر وبإذن الله بيكون في مقارنات بين الايفون 8 والايت بلس وغيرهم من الهواتف قريبا عندنا بالقناة لا تنسوا الاشتراك واللايك واشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة